طيب تمام كويس قوي فبيبتدي متحمس جدا وبعدين بيزهق بليز يا سرطان حاول ما تبتديش بطاقة جمدة قوي قوي وتبتدي تستنفذها بسرعة وتزهق بسرعة خد الموضوع بالراحة وكمان بيقولي انه في هنا شخص جنبك شايفين الكائم الصغير ده البورس ده بيديلك نصايح مش مفيدة بالنسبة لك بليز توخل حذر ونصيحة لتسمعها قلبها في دماغك الاول دورها في دماغك شوية وبعد كده بعد كده يعني اتعامل طيبا فيه سفر يا سرطان عندك سفر عندك طريق طويل طريق جديد انت مكنش يعمل حسابك عليها حاجة جديدة كده سكة جديدة خالص القرية حلوة هلاخذها بسرعة معلشها نهاية قطعت في النص نهاية قلم ان شاء الله خير عملته ان شاء الله بيتردلك او حاجة انت متظرها ان شاء الله حديلك في حالة منافسة جديدة او حالة دفاع عن النفس لكن اسبت يا سرطان انت قوي جدا الفترة دي ده انت بتحط القوانين انت حاجة قوي جدا دلوقتي الناس بترجعلك في كل حاجة ربي على طول بكتبلك وما بتردين نورة معلش حبتي انا في قرية سانية هخلص وهقره تعليقك تطور مادية سرطان ان شاء الله كويس جدا ان شاء الله مش عادت الهم للفلوس في هنا مغامرة هتقرر ان انت تعملها في الحمد الله استقرار في الحالة الاسرية افتكر ده تأثير حالة دفاع عن النفس او حالة المواجهة اللي انت فيها وبشكرك يا رحمة في هنا حالة يعني بتبتدي متحمس قوي بتفقد حماسك بسرعة وشايفة قدامي طريق جديد خالص يا سرطان انت مكتش ناويله ومكتش عمل حسابك عليه طيب اكتبي لي بقى القومت بتاعك دلوقتي حبيبي انا معاك يا هو ما شايف الكتير ان شاء الله الدنيا هتزبط او الله يا سحر انا لسه مخفيتش مية في المية يعني بس الحمد الله احسن انا قلت الاسرية يا رعاء موجود يا حبيبتيه في الصفحة موجود طيب هقول بقى المجموعة التالتة اه سوري الحالة العطفير مجموعة التانية بسرعة حسنا اتأخرت ومتازم بشكرك جدا يا وليد بشكرك بشكرك قوي العزراء حاضر العربي سيطرة حاضر يا حالة كل برج السرطان ده فعلا مسائل فل يا امة حسن تسلميلي يا كاميليا الله يسلمك يا هناء اسد موجود يا نور في الصفحة يا رحمة يا رحمة انت اللي امر بموت فيك وانت يا نوها وحشتيني قوي 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 صح جدا تمام يا جهاد منك مش بترضي علي يا لي يا ميرو وانت في قرية يا حبيبتي انا اللي بموت فيك يا نوها حمل حاضر هنقوله تاني العفو مزائل فل يا رحمة القوس حاضر ان شاء الله حنقرب جدا والجهاد دي قرب خلاص احس باحباط ومخنوقة فقدة الامل لا حبيبتي متعمليش كده تكون خيرا بصي في حاجات كويسة جدا مش عايزيك تفقد دي الامل بالطريقة دي مش حاجة اسمها افقد دي الامل يعني ايه تفقد دي الامل يعني مش عارف اقولك ايه كل يوم في جديد كل يوم في حاجة جديدة وربنا استعيه يعني يمتحنا امتحانات وبيرجع يعوضنا تاني بعداني ان شاء الله ربنا هيعوضك بفرحة كبيرة والله يستني بس شوية في صوت غير صوتك بسمعه ايوه ايوه هو ده بالزبط اللي انا عايز اعرفه في فيديو داخل على فيديو فيسبوك في مشكلة شفته ده لو كنت باسأل عليه بشكرك يا روداينا بشكرك يا شو شو طب اكمل ولا اعمل ايه الله يسلميك يا هبا الله يسلميك يا هبا حبيبتي يا نوها مرسية حبيبة قلبي مرسية منا جدا منا وناس مرسية رحمة تعالوا نقول تمام يا ملاك الحمد لله تمام جدا انا ايه حوت يا شعر بعزلة وغربة هنجزل امر طبيعي بالقاصم بص انا حوت ومش حسدة بالعكس العكس هي ساعات بيجيلي الشعور ده بس مش دلوقتي انا مش حسدة دلوقتي ممكن تكون بتمر بظروف دلوقتي مش كويسة ومش شايف دعم كافي او مساعدة كافية من اللي حواليك ده اللي محسسك بالغربة احتمال بس الحوت حساس وحساسيته بتخليه فصل امور بشكل غير غير واقعي شوية ساعات احنا هواقيين برضو فمش شرط يكون احساسك ده حقيقي يعني ده ممكن يكون مجرد احساس جواك بس مش ده الواقع طيام قصدي حاول تلمس الواقع شوية بتتعامل مع الناس هتشوف ان انت لا انت مش في عزلة ومش الوحدة وحواليك ناس كتير بتحبك والكلام ده يعني انا وثقة منه مش مش هتجرب حاول بس اطلع من خيالك شوية طيب تعالوا نشوف الحالة مين بيعمل سات فيس وبيعاية لا انا عايزة اللي بيعاية او بتعاية لا احنا بصدقنا والنهادة بنحتفل صوتك واضحة ايداني شكرا يا خاولة تعالوا نشوف السرطان عايز ايه لا الصورة مش واضحة عربي اخرج ودخل تاني ان شاء الله هتبقى كويس ده شخص بيعتمد على نفسه السرطان حابد بيعتمد على نفسه مادين مادين ولو كان ده الراجل وهو اكيد معتمد على نفسه مادين فهو عايز يعتمد على نفسه انا حاس انه هو يعني متكد على الشريك في حاجات حابد يبقى لوحده يعني ما يكونش عنده اعتمد على حد السرطان نفسه في ايه؟ لو السرطانية ما تجوزوش لسه عايز اتمام زواج عايز تجوز لو تم الزواج النفسها في حمل نفسها في طفل او ممكن يكون النفسها في حب غير مشروط اوكي؟ شايفه شركها ازاي؟ عايز اعلق بس الحب الغير مشروط ده لو انت متجوزة ارجوكي حاولي تطلع الفكرة دي من دماريك لان الحب الغير مشروط في الجواز يعني هو موجود بس واخد صورة مختلفة يعني فهم قصدي ما تدوريش على الصورة دي حشان ما تتعبيش لو انت بنت والراجل على فكرة عبس الكلام يعني لو انتم متجوزين وخلاص في يومينكم معيشة والكلام ده الحب الغير مشروط الحب اللي هو نومانسي قوي ده اخد صورة مختلفة موجود بس واخد صورة مختلفة شوية سرطان شايف شريكه ازاي؟ شايفه محتار محتار او همله 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 ومركز في حاجة تانية اكتر منه واخد انتباهه في حاجة شدة انتباهه اكتر من شريكه التقمة بينكم مرحلة جديدة انتم داخلين على مرحلة جديدة بس مرحلة حلوة يا سرطان مرحلة حلوة انت على فكرة اللي بتبعد شريكك عايز ايه؟ حاجة كتير في فترة اللي فاتت ان شاء الله كل حاجات يبقى كويسة يا منا شريكك حابب يفكر لوحده عايز يقعد يفكر لوحده يعني على حسب برجه بس هو واضح ما هو من الابراج اللي بتحب تفكر نفسها الابراج الاسد الا الايه تاني اللي بيحبوا فكر لوحدهم دول العزراء يعني حابب يفكر في حاجة عايز فرص معك اكتر يعني نفسه تدي له فرصة شكل الفرصة دي اتجاهك انت محتاج منك فرصة اكتر تدي له فرص شوية بتبعد عنه هو شايفك بتبعد عنه زعلانه وبتبعد عنه وانا حاسة ان هو مش عارف سببه يعني هو لو دخلت جواه لو دخلت ميه هو مش عارف سبب ايه هو مش عارف سبب ايه هو مش عارف تبعد ليه فياريت نوضح انتو في مرحلة خوف انتو الاثنين هو خايف شايفك بتبعد وانت خايف شايفه انه هو مش معبرك او مش مهدم بيك ومش بديلك الاهتمام والحب الكافي خايفين انتو الاثنين المرحلة الجديدة بقت بتاع التاقة اللي انا قلتلكو عليها التاقة كده انت او الشريكك يا سرطان اهو دي الطاقة الجديدة هي المرحلة الجديدة مشاعر الجديدة بتحسوها البعض وممكن يكون مولود يا سرطان، يا سرطانية، يا اللي مستنين مولود، ده كرت مولود جديد، إن شاء الله في حمل أو في حاجة من يعني كده مؤشرات لهذا الموضوع، بصوا بقى بعدها، الفارس هتبقوا فرسان بقى البعض، كله هيددي بقى البعض، الفرس اللي عايزها تشريفك هتبتدي تهتم بيه، وتشوفوا الصورة اختلفت خالص عنها، يعني أنا مش شايفة أي داعي لبعدك، اللي شريكك شايفك شريتك شايفت بتبعد يا سرطان، انتبه، انتبه، وانت فعلاً حاس أنت بتاخد خطوات، وتحاول تأهل نفسك، إنك ما تعتمدش عليه في حاجة، يعني خلص أنا يعني أنا هعمل نفسي اللي أنا محتاجه، ومش محتاجش ليك في حاجة، لأ الدنيا متمشيش كده، ولو لفترة حبيت تمشيها كده ما يجراش حاجة، بس مش هتمشي العلقة كده، وهي هتظبط إن شاء الله في مشاعر جديدة زي ما قلت، أو مولود جديد، في بعدها دعا حب، حب كتير واهتمام، واعطاء بيقدم شيء. القراءة حلوة، أوي بحب القراءات لنهايتها حلوة، النهاية حلوة جدا يا سرطان، ما شاء الله. حلوة، أوكي، لقيا معه شغال كويس، ما فيهوش أي حاجة، ما فصلش حبيبتي موجود، أوكي، مين بيرده بحساب الشخص؟ آه، أوكي، تمام، أوكي، أيوة يا سندو زادة فضالي، مسائل فل يا سيف أهلا بيك، بنت مين يا مزانة، بستعجله على إيه، بستعجله على إيه، بستعجله على إيه، حبيبتي يا حبيبي يا الله، مش كولك يا روحي، قلته، وعليكم السلام يا أنا مونة، وعليكم السلام ورحمة الله حبيبتي إزاي، الميزان، ما قلناش الميزان؟ يلا بسرعة كده نقول للمجموعة الثالثة والأخيرة اللي هي بتبتدي من عشرة لحد واحد وعشرين يوليو، بيعلق ومعمار أخرجي ودخلي تاني، أخرجي ودخلي تاني، أخرجي ودخلي تاني، أوكي، اه، ومايما، شوفت الفرنش الي، آخوة على بصمار، ك Santana. شوفتوا الحذر الفرنش الي تلادي؟ شوفتوا الحذر الفرنش الي تلادي؟ شكر يا أم حسن بشكرك، يعني أنا قلت أي حاجة صراحة يعني بس أكيد تفهمي، لماذا شبارت، كام دل وأكيد كون فقرية حبيبتي أنا ببقى أرى كل المسجات لما لم أقولش فقرية. يارب تختاريني. هنشوف هي ولاقة اللي اخترت صراحة. المجموعة الثالثة والاخيرة برج السرطان. آآ. هنزف اكمل تاني. بساني واحدة كبا. المجموعة الثالثة والاخيرة القراءة العامة برج السرطان. ايوان. هم. طيب. بصوا يا حبيبي. شايفة لي حاسة انه السرطان دولي. المجموعة الثالثة دول. كانوا في علاقة مش معروفة. علاقة استخبية. سرية. اوكي. والعلاقة دي. هتتعرف. انه حد اكتشفها. آآ. والموضوع ده هيكون نقطة تحول في حياة السرطان. اوكي. سيبوا بقى انا قلتوا ده على جنب. في سرطان في سرطانية هيبقى واقع عيون موضوع ده انا متأكد. آآ. السرطان في حالة ارتباط شديد مع شريكه. او في حالة اختيار. بيختار بين حاجتين. السرطان مندفع قوي بمشاعره. رايح باتجاه مشاعره بشكل قوي جدا. لكن فيه شخص في حياتك يا سرطان موقفك. مش موقفك عشان هو مش بيحبك. لا هو بيوقفك عشان هو خايف عليك. عشان هو عارف انك انت آآ مشاعرك هيا اللي بتقهودك خايف عليك. فواقف عليك حارس. منعك تاخد. منعك ان انت تاخد اي خطوة. آآ. اسمع كلامه. معلش اسمع كلامه. الشخص اللي وقفلك ده هي القطة الصددي. القطة الصددي انا بحبها جدا على فكرة. ده خير. ده شخص منك. شخص قريب قوي منك. شخص من العيلة. ام. انا دايما بحس ان القطة دي ام. وقفة قدامك وبتقولك لا استنى. اخليك حذر. انت رايح على حاجة باندفاع شديد يا سرطان. بس افتكر دي حاجة تخص عملك. رايح لها بسرعة. شايف فيه هدف قدامك كنت رايح له بسرعة. ومش هتقف بإذن الله غير لما توصله. فيه عملية تحول بتحصل حفاحاتك لسرطان المجموعة الثالثة. فيه عملية تحول انقلاب. فيه انقلاب بيحصل. حيبقى فيها مواجهات كتيرة. حيبقى في مواجهات كتيرة قوي. بس انت هتقرر تديها دهرك وتمشي. تبعد عن كل المهاطرات والمواجهات. وحتمشي. مش شرط تكون علاقة كانت في السر وتعرفت ممكن يكون حاجة تعرفت عنك يا سرطان. انت كنت مخبيها مدة طويلة. ودي هتعملك نقطة تحول. انا مش عارفة ليه الماضدة يعني دي الطاقة اللي وصله لي جدا من كارت ده. هتبعد عن المشاكل دي وتروح في حتة اكسر امانا. وحتاخد السلام والهدوء اللي انت عايزه اللي انت بتسعى وراه هتهدأ فيه هدوء عندك تام. بس انتبه فيه شخص مستنيك مستني لك غلطة. قدامي ورق انت بتخذ تعمل ورق في حاجة تخص ورق انت بتنفزه من نفسك. بتبيع او بتشتري او بتا اقتارد او اي حاجة من الحاجات اللي فيها ورق كتير. او انت اسأت الحكم على حد. ظل متحد. او اقل تقدير يعني انك انت اسأت الحكم على حد. عندك حيرة برضو يا سرطان. احتوار رجلي في الارض ورجل في المياه. مش عارف تاخد قرار في حاجة مخوفاك. افتكر ان السرطان ده العقرب ده تسبب لك فقزة. تسبب لك فقزة فعلا مخوفك. طيب النصيحة بقى. سايسو. سايسو. خلي اعداء قريبين منك. الشخص اللي مسبب لك القلق ده. وقاعد مستني فرصة عشان يحط السم أو علشان يئزيك. ده عايزك تقرب منك الددان. واللي هو ايض طبطب عليه كده بيبقى تحت عينك على طول تحت عينك. علشان ان شاء الله تتفايدل حاجة دي. مش هيئزيك. انا مش شاف انا حيقوم لك باي قذب. وانت واجه. واجه. يعني. فنفرض من الشيء اللي انت بتنخديتها كان غلط. خد حاجة غلط انت عاملها. ايه يعني. بيش حد فينا ما بيغلطش. عملت حاجة غلط. واجهها. واجه. عبسك. قول انا عملت كذا كذا كذا. ما يهمكش حاجة. خلاص. واللي يحصل يحصل يعني. صرف بي انتدح. عادي. عادي خلص. عادي خلص. المواقع. انت محتاج تواجه يا سبطان. واجه. خد شرحي.